السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير فوائد حب الرشاد مع الحليب هنتعرف في فيديو النهاردة على القيمة الغذائية لكل من الحليب وحب الرشاد وهنتكلم عن الفوائد الصحية لحب الرشاد مع الحليب وبعض التحذيرات أو الأثار الجانبية لهذا المشروب وأيضا طريقة التحضير القيمة الغذائية لحب الرشاد يحتوي حب الرشاد على فيتامين سي وفيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين بيه ستة وبه اتنين وبه تسعة وكذلك بيحتوي على البوتاسيوم والحديد والفسفور والنحاس أما القيمة الغذائية للحليب فهو يحتوي على العديد من المكونات المفيدة لصحة الجسم يحتوي الحليب على فيتامين دي والكالسيوم كمان بيحتوي على فيتامين اي وفيتامين بيه اتناشر بالإضافة إلى البروتين والكاربوهايدريت أيضا يحتوي الحليب على البوتاسيوم والماغنيسيوم فوائد مشروب حب الرشاد مع الحليب وده بنحصل عليه من الفوائد العديدة للحليب ولحب الرشاد حب الرشاد مع الحليب بيساعد على تنقية الجسم من السموم كما أنه يحمي الجسم من التهابات المفاصل وألام المفاصل والعظام كما بيساعد على تقوية العظام وحماية العظام من الهشاشة كما يساعد حب الرشاد مع الحليب على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الفيروسات والبكتيريا والحفاظ على صحة البشرة وصحة الشعر اما فوائده بالنسبة للمرأة فهو يساعد على تحفيز وتنظيم الدورة الشهرية عند نساء طريقة عمل حب الرشاد مع الحليب نضع كوب من الحليب على نار هادئة وعندما يصل الحليب الى السخونة نضع عليه ملعقة صغيرة من حب الرشاد المطحون ونقلبه جيدا ثم يرفع من على النار ويمكن تحليط هذا المشروب بملعقة من العسل ويتم تناول هذا المشروب مرة واحدة خلال اليوم ممكن في الصواه او في المساء اهم التحذيرات حب الرشاد ممكن يؤدي الى خفض مستويات السكر في الدم عند الاشخاص اللي بيعانوا من مرض السكر ولذلك يجب مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام حب الرشاد ايضا ممكن يعمل على خفض ضغط الدم خاصة لدى الاشخاص المعرضين لانخفاض ضغط الدم حب الرشاد ممنوع على الحامل لانه بيتسبب فيه تقالصات وانقباضات الرحم وممكن يؤدي الى الاجهات وبكده فيديو النهاردة يكون خلص اتمنى يكون الفيديو عجبكم ازا عجبكم فيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي بيشوفنا الاول مرة يساعدنا ان هو يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان توصلوا دايما فيديوهاتنا الجديدة شكرا جدا لكم على المشاهدة ونشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته